بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم من جديد في فيديو جديد ومع نص جديد القراءة عراق من أجل التلفاز أولا أكتشف ماذا يتجاذب الأطفال جهاز التحكم عن بعد لاحظ الصورة يتجاذب الأطفال جهاز التحكم عن بعد لأن كل واحد منهم يريد أن يشاهد القناة الخاصة به أو البرنامج الخاص به ثانيا أقرأوا عاد أبي إلى البيت مساء وجد المعركة حامية بيننا كنا نتجاذب جهاز التحكم عن بعد فعمر الصغير يريد مشاهدة أفلام الكارتون ورقية تريد مشاهدة مسلسلها أما أنا قد كنت أرغب في مشاهدة مباراة رياضية التقط أبي الجهاز وقال غاضبا أريح أنفسكم لن تشاهدوا التلفاز مدة أسبور في صباح اليوم الموالي عانى أبي إلى المشي خارج البيت وفي اليوم الثاني رفقناه لزيارة جدتنا وجدنا وعمتنا المريضة ثم زرنا خالنا ولعبنا مع أولاده معجم المساعد هناك صورة تلفاز صورة جهاز التحكم عن بعد والصورة تمثل أفلام الكارتون ثالثا أغني معجمي أصل بسهم بين الكلمة وضدها الكلمة وضدها وليس مرادفها بعد حامية أريح باردة أتعب ترب كلمة بعد ضدها هي ترب حامية ضدها هي باردة أريح ضدها هي أتعب أعطب الكلمة الدخيلة مشاهدة مشهد مذهش شاهد هذه الكلمات من نفس العائلة إذن علي أن أشطب مذهش رابعا أفهموا لماذا يتعارك الأطفال؟ يتعارك الأطفال ليأخذوا جهاز التحكم يتعارك الأطفال لأن كل واحد منهم يريد أن يأخذ جهاز التحكم ما الاختيار التلفزي لكل واحد منهم؟ الاختيار التلفزي لكل واحد منهم عمر يريد مشاهدة أفلام الكارتون رقية تريد مشاهدات المسلسل والطفل الآخر يريد مشاهدات مباراة ورياضية منع الأب التلفزة عن أبنائه لماذا؟ ما رأيك؟ منع الأب التلفزة عن أبنائه ليعاقبهم على العراق ما رأيك؟ أنا متفقة معه وإذا كان الشخص الذي يتكلم هو مذكر أنا متفق معه أو أنا أتفق معه خامساً أستثمر أبحث في النص عن كلمة لها المعنى نفسه رجع في النص هناك عاد أبي إلى البيت مساء يعني رجع الأب إلى البيت مساء يعني رجع معناها عاد عاد أريد النص جاءت جملة أرغب في مشاهدتي أريد أرغب أرغب وبالنسبة لكلمات العليلة جاء في النص عمتنا المريضة شخص عليل يعني شخص مريض العليلة المريضة 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 سؤال أخير لماذا ينبغي أن نزور أقاربنا بانتظام ينبغي أن نزور أقاربنا بانتظام لكي نصل الراحيم معهم ونكسب الأجر والثواب تقرباً إلى الله عز وجل لأنه أمرنا بصيلة الراحيم وحصاً على بقاء المودة ورحمة أيضاً الآن ننتقل إلى الخط ولاحظوا وأكتبوا قالوا عليكم كتابة حرف السين وحرف السين مع احترام المقايس حرف الصاد وحرف الصاد مع احترام المقايس ثم اكتبوا الجملة أحدث صبي صيارة صغيرة لأخيه مع احترام المقايس لكل حرف الإملاء أملأ الفراغ بحرف السين أو حرف الصاد الصغير حرف الصاد مسلسل حرف السين في الأول ثم حرف السين في المكان الثاني مسلسل مساء حرف السين أيضاً صراخ حرف الصاد صباح حرف الصاد ثم أسفل حرف السين أكتبوا تحت الصورة الإسم المناسب هذه الصورة تمتل سرير سرير سرة ثانية مصمار سرة ثالثة صوف والصرة الرابعة عصير ثانياً أتذكر وأكتب ما قاله الأب غاضباً عندما عاد الأب مساء وجد الأطفال تجذب جهاز التحكم يعني يتعاركون على جهاز التحكم وماذا قال لهم أريحوا أنفسكم لن تشاهدوا التلفاز مدة أسبوع إذن ما قاله الأب غاضباً أريحوا أنفسكم أن تشاهدوا التلفاز مدة أسبوع يعني عاقبهم مدة أسبوع لن يشاهدوا التلفاز هذا كل شيء بالنسبة لهذا الفيديو إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا دعم القناة بإعجاب للفيديو اشتراك في القناة إذا كنتم أول مرة تشاهدون القناة وتفعيل الجرس ليس لكم كل جديد قناة على أند النظار دمتم في رعاية الله